يبدأ الفصل قبل مدة من الأحداث الحالية في أرذرية حين كان كل من شينكي ضفتنا صداقيها الجميع محتجزون في رمال غارة هنا يقول شينكي أرجوك يا أبي من فضلك دعنا نقاتل قم بإزالة هذه الرمال ولكن غارة الذي كان جريحا وعصب بإصابات بليغة رفض ذلك الأمر رفضا قاطعا ويأمرهم بالذهاب إلى المدخل والهروم من ذلك على المكان في تلك الفترة ظهر إذن خصم غارة التي كانت ميت سوريا التي تقول لقد قلت جئت إلى هنا ببساطة لأتبع أثر بورت وشركائه أنا لست مهتما بكم بالمناسبة تلك الجروح يجب أن تفعل شيئا لها وإلا ستموت في هذا المكان تلك الجروح التي تعرض إليها غارة تعتبر خطيرة ولكن غارة رغم ذلك يقول أنه مستعد بالتضحية بحياته من أجل ترك هؤلاء الأطفال ذو المستقبل بالعيش والذهاب من ذلك المكان غارة بعدما قام بإبعاد هؤلاء الأطفال إذا بيعوا حش كود ظهروا أمامها ثلاثة من الوحش ينقضون على غارة غارة لا يمكن فعله شيء لأنه أصيب ذات تلك الإصابة ولا يمكنه الوروبة والدفاع والتحرك هنا شهدنا أنه شنكي بقوتي العظيمة تمكن من تدمير تلك الرمال ظهر رماله الحديدي على الفورة قام بوضع ختم ما ذلك الختم الذي يدعي كف ختم الرمل الحديدي مباشرة نحو غارة تمكن هناك بوضع ختم وإنقاذ غارة ولكن في المقابل إذا به يتم التهام عن طريق أحد الوحوش ويتحول مباشرة إلى شجرة هناك إذن يا شباب كان ذلك الختم نازل سري المفعول على غارة ولا يمكن لما تسري اختراق ذلك الأمر تتكلم وتقول مع أنك أصبحت شجرة فما زالت تقنية الختم لم تلغى إنها تقنية فعالة لطالما أنك على قيد الحياة خاطر بحياته لحماية والده لديه جرعة كبيرة سيكون من الجيد أن تنضم إلينا هذا الذي حصل تحديدا هكذا وصيب غارة وتحول شنكي إلى شجرة وتقول ما تسري أنه سيكون من الاهتمام أن ينضم إليهم بالمناسبة كان كانكورو يتكلم على هوكاكي الثامنشي كامارو ويقول وفقا لتحقيقات التي أجرها الفريق المفصل يبدأ أنه شنكي الذي تحول إلى شجرة لا يزال على قيد الحياة بفضل تقنية الختم التي استخدمها كان غارة أيضا على وشك الموت لكنه تمكن من البقاء على قيد الحياة ولكن في الوضع الحالي لا يوجد سبيل لأنقاذهم وهذا لن يتحقق الشخص الوحيد القادر على إزالة تلك التقنية أو تقنية الختم هو شنكي أولا وقبل كل شيء أريد أن أعيد شنكي لحالتي الأصلية ومن أجل مساعدة غارة أيضا إذا كنت تعرف الطريقة المع فأخبرني الهوكاك الثامن الذي كان يرى أن الأمور أصبحت معقدة أكثر يقول كانكورو هل ظهر شخص ما في الأرجاع يمتلك نفس الشاكر الخاص بشنكي ولكن كانكورو يقول لا لم تصل تقرير مثل هاته ولكن يقول شيكامارو أنه يجب عليهم توحقي الحذر أما بشأن أعراض تلك الشجرة هم أيضا لا يزالون يقومون بوضع تحقيقات ولم يتوصلوا إلى معلومات ولكن في الوقت الذي سيصلون به إلى معلومات ويضعون الخطط فسيتشاركون ذلك الأمر مع كانكورو وقرية الرمال هكذا إذن يقول كانكورو رعتمد عليك ولكن شيكامارو لا تخبرتي ماري عن الأمر أنا لا أريد أن تقلق هكذا إذن يا شباب شاهدنا أن ساردة وسلمي لتان كانت في غرفة الهوكاكي تتكلم ساردة وتقول لا يمكن أن يكون هل تعني أن رفاقهم سيزدادون أكثر ويقول الهوكاكي لا أستطيع أن أقول ذلك بشكل قاطع ولكن يجب أن نفكر في هذا الاحتمال يستمعوا إليه جيدا إذا تواصل برضو معكم أبلغوني على الفور المهم الآن هو أننا نحتاج إلى المعلومات وهكذا إذن غضرت ساردة وسلمي لتاني قلان عالم وفي نفس الفترة يظهر أمام رجل الهوكاكي ذلك الضفتاء الخاص بكاشينكوجي يبدأ أن كاشينكوجي قرر أخيرا أن يتواصل مع الهوكاكي بنفسه في نفس الفترة في مكان شينجو يقف ريو مباشرة ويقول ريو هل هذا هو اسمي؟ يقول جارا صحيح أنا من ابتكرته سيكون ضروريا لتحديد هويتك إنها المعلومات الأساسية الأهم ويتكلم ريو ويقول ريو أنت تفهمني جيدا جارا سينباي أحببت ذلك حقا كان جميع مصدمين ومن بينهم ماتسوري التي تقول ما هذا الشخص بتعجب هناك إذن الشباب شاهدنا أنه يقول آه انتظر لحظة يا سينباي وقام باستعمال الرمال الحديدية الخاصة به كان إذن هنا يقوم بفعل شيء ما وإذا به تمكن من إمساك شخص ما وقام بسحبه وكان هو كود الجميع كانوا من صدمين لم يتمكنوا من استشعار كود ولكن تمكن إذن نسخة شينكي الذي هو ريو من استشعاره ويقول ما خطبه هذا الرجل يبدو أنه كان يتسلل بالجوار ويسترق السمع هنا يقول إذن جارا لباس أطلق صراحة الجميع هنا هذا هو كود أنا مدين له بقليل من الإمتنان تم إذن تسلح كود وهنا يقول جارا ماذا تفعل هنا يا كود هل لديك عمل معنا كود يقول ها عمل هل أنت جاد ما الذي تفكرون فيه بحق الجحيم ألا تريدون أن تلتهم أول سيسوكي ولكن جارا يقول كانت تلك خطة أولية ولكن لدينا الآن أولويات أهم يجب أن نتعامل معها قضية إلتهم الأول سيسوكي قد تم تأجيلها مؤقتا ويقول هل تحمل ضغيانة انتجاه بوروتو إننا نهدف لقتله أيضا إذا كنت تريد قتله ففعل ما تشاء كاوكيتك فيه كطعام لنا ذي تلك الأمور وتلك الكلمات من جارا تمكنت من إغذاب كود الذي يقول هاي من الذي يجعلك تتصرف بتفاخر وتقرر الأمور من تلقاء نفسك من أقتله هو قراري أنا وحدي أنتم الوحوش عليكم الطركز فقط على أكل أوسيسوكي وأيضا لا تنسى هذا الأمر سأكون أنا من يأكل فاكيات شاكرا لأحمل إرادة إيشكي وأصبح أوسيسوكي جديدا هنا يتكلم جارا يقول فاكيات شاكرا كتلة عالية من الكثافة من كثافة الطاقة تحتوي على المعلومات الجينية لكل الحياة على كوكب أتسأل حقا ما الذي سيحدث لو قمنا بأكلها في تلك الفترة يا شباب إذن هنا شاهدنا أن كود يقول أنت بمعنى آخر تريد أن تظهر لي نيتك وتريد أن تواجهني يقوم باستعمال تلك العلامات وإطلاق الكارمة البيضاء ويقول يبدو أنك لن تفهم حتى تتعرض لي الألم يقوم باستعمال يدهي ويخرجه مباشرة أنه مجارا محاولا قضاء عليه ولكن هذا الأخير بدون أن يتحرك ولا بحرك يقوم باستعمال قنبلة البيجون من عينه ويقطع يد كود هذا الأخير تعرض للكثير من الألم كان يصرخ وكان يده في الأرض ويقول أنه ممتن لك يا كود أنت قد منحتنا حرية التفكير بفضلك أستطيع أن أستمتع بأيامي مليئة بالتحفيز وهنا إذن نعرف جيدا من يكون هذا جورا هو الجيوب بنفسه ذلك العملاق تحول إلى شخص صغير يبدو أن حياتك تفتقر لبعض من الإثارة لذلك كعلامة احترام لك يا منقذي سأعطيك مهمة واحدة كتحدي أتسلس كبارة وحليفه الغير معروف ابحث عنهم وقتلهم ومقابل ذلك عدوك بأن أقدم لك فكاتة شاكرة ما رأيك؟ هل ستضيف هذه الأمور بعض الحيوية إلى حياتك الباهتة؟ هذا الأخير يا شباب كيسمه لك ماي الشخص يظهر في الأحداث يقوم بجال كود المهم يا شباب هذا الأخير إذن يقوم باستعمال علامات المخلب الخاص به لإيقاف ذلك النسيف وكان يتألم هنا إذن نسخة باك يضحك أنا أتسأل لماذا؟ عندما أنظر إلى حالتك المثل للشفقة أشعر بارتياح جديد كان كود مزعجا ويتقول تسخرون مني أيها الأوغاد ليس من الضرورية أن تخبروني بذلك سأقوم بذلك بورة أصدقائه جميعا هذا هو العقد بيننا لا تنسى فكاتة شاكرة سأجعلك تسلمها بأي ثمن ويقول جورا سأدعمك أفعل ما بوسعك أنا أتطلع إلى أين سيصل بك قدرك وهنا يذهب كود قائلا كلماته الأخيرة اضحك كما تشاء من سيضحك في النهاية هو أنا وغادر ذلك المكان كان ريو مزعجا إذا من كود ويقول أنه يعتبر شخص مزعجا ويسأل جورا هل بإمكانه قتله في المرة المقبلة عندما يلتقي به ويقول جورا نعم أنت حر ولكن قبل ذلك أول أهم هي أن تخبرنا غارزتك يستمع إليها حدد هدفك ينبغي عليك أن تلتهم هدفك وهنا يقول إذن هو بالفعل قام بتحديد هدفه وهو شخص محتجز داخل الختم هو الوحيد الذي يمكنه أن يقوم بإزال ذلك الختم وهنا يقول أنه يستهدف الكازيكاك الخامس قارا بالمناسبة يا شباب في تلك الفترة في قرية كونوها فوق وجه ناروتو يظهر إذن هوكاكي الظل أو الأسطور أو تسوكي باروتو الذي كان جالسا في ذلك المكان وإذا بكاوكي يصل وهنا يقول باروتو هل أنت لوحدك يقول كاوكي نعم على الأرجح أيضا تراقبنا الآن في نفس الفترة يقول باروتو ما خطبك لماذا لم تهجم علي هذه المرة ولكن كاوكي يقول ما هي خطتك يا باروتو عندما قاموا باستجوابك لماذا لم تخبرهم بالحقيقة باروتو يشرح ذلك الأمر لأن ذلك يؤدي إلى شيء جيد بغض النظر عن الحقيقة سيكون هناك من يصدق وهناك من يشك سيؤدي ذلك إلى انقسام بين الناس وحدث فوضى أريد تجانب ذلك الأمر على الأقل الآن قرية كونها سليمة هذا يكفي فقط من الطبيعية القبضة على المتمردين لقد طورت قوتي لكي يتمكن البقاء مهما حدث بفضل توجيهات معلمي وهنا إذن كان كاوكي ينظر فقط ويقول ما الذي يحدث لذلك الوغد مماشكي لا زلت لم تحل الوضع ليس كذلك من الواضح أنك لا تستطيع التحكم في الكرمة برضي يتكلم ما يقول كان ذلك قبل سنتين عندما قاتلنا كود أنا ومعلمي منذ مغادرت إلى القرية كانت تلك أول مرة استخدمت فيها الكرمة في ذلك الوقت شعرت بالإحساس عندما يستحفظ الوغد مماشكي على جسدك شيء قريب من ذلك ماذا؟ أشعر أنني لم أعد نفسي أشعر بأنك لست نفسك تموت بينما لا تزال واعيا منذ ذلك الحين لم استخدم الكرمة ولا لمرة واحدة نعم بارتو يقصد أنه لم يستعمل تلك الكرمة منذ الكثير من الوقت وآخر وقت استعملها فيها كان عندما تقتل ساسكي بارتو ذي داكود ذلك اليوم الذي خسر فيه ذن بارتو ساسكي ويقول كاوكي ما الذي تعنيه كيف انتهى الأمر هكذا يقول بارتو لا أعلم لقد اختفى مماشكي طوال هذه الثلاث سنوات يبدو أن تفعيل الكرمة يؤدي إلى ظهورها ويقول كاوكي تبا لها الأمور قد ساءت كثيرا وهنا يتكلم بارتو يقول كاوكي أعتقد أنك فهمت هذا بالفعل ولكن لا يمكننا التعامل مع الشينجو بالوسائل العادية وخاصة جورا لا أستطيع أن نفعل شيئا حيال ذلك بمفردي أنا بحاجة لمساعدتك وهنا كان كاوكي يقول لا تحاول تغيير الموضوع لم ننتهي من الحديث عن مماشكي ولكن بارتو يقول يجب علينا هزيمة جسينجو قبل ذلك بمجرد أن نقضي عليهم إذا خرجت عن السيطرة اقتلني دون تردد بارتو يا أسطورة وهنا يقول استمع يتعين عليك أن تصبح قويا أنت تنميذ والدي أعتقد أنه سيكون من الأفضل لك أن تطلق صراح والدي من الختم وأطلب منه أن يدربك بشكل مباشر ولكن في الوقت الحالي هذا ليس واقعيا سيستغرق الأمر الكثير من الوقت كما سأخبرك به هو شوء سوف تقرره بنفسك في المستقبل أو لاحقا طالما أن النتيجة ستكون نفسها من الأفضل أن يكون ذلك بسرع لهذا سأعلمك ويقول أنه آمد إذا أخف قوته نعم يا شباب قام باستعمال محددات على قوته وذلك الذي سبب في نقص في قدرته الهجوم العقلية أداء الدفاع وقدرة التجدد يمكن تعديلها أيضا لتتجاوز ما هي عليه الآن كاوكي مش مصدق ومن خلال عين كاوكي شباب كان آمد يتنصت ويرى بارتو وهنا أيضا عارف عن بارتو ويقول كيف يعرف كل هذه المعلومات ويتذكر ذلك الضفط الذي قام كاوكي بتدميره وهنا أيضا بدأ يفكر في كاشين كوجي هل كان ذلك الضفط حقيقيا بعد كل شيء؟ لا من الصعب التفكير في أن كوجي كان بإمكانه النجاة من ذلك إذا كان لا يزال على قدر حياته ماذا يمكن أن يفعل؟ وما هو هدفه؟ آه يا آمد كان منذ البداية تظاهر أنه تعرض لقدرة أيضا ولكن الحقيقة بما أنه يمتلك كاميرات في أعين كاوكي فهذا يعني يا شباب أنه كان يعلم منذ البداية من هو كاوكي ومن هو بارتو وبخصوص قدرة أيضا لأنه أيضا هو الذي عدل ذلك السايبورغ ويعلم إمتلك لقدرة مشابهة المهم شباب في تلك الفترة يقول بارتو أن آمدو لديه أسبابه الخاصة التي تجعله يحتاج إلى الكارما الخاص به كان يلعب بقدراته حتى لا تموت مهما حدث يعني حتى لا يموت كاوكي مهما حدث لكنه كان يتوقع فقط تهديدا على مستوى كود لم يكن يتوقع ظهور الشينجو ولهذا السبب يجب أن يسأل آمدو لكي يقوم بإزالة المحددات بارتو يقول إذا كنت تعتقد أنني أكذب اسأل آمدو مباشرة سأذهب الآن ولكن كاوكي يقول بارتو لم يتغير مسار تفكيري الأوتسو تسوكي هم جذر الشر ويجب تدميرهم سواء كانت شينجو بشرية الشكل أو عشر ذيول كان ذلك هو خطأ الأوتسو تسوكي يجب القضاء عليهم دون أثر أنا وأنت لكي نبدأ سيتعلق أن علينا التخلص من الشينجو آه إذا تحالف الأخوين حصل بالفعل وكاوكي إذا قرر أن يتعاون مع بارتو أين يقول له أنهم حاليا سيتحالفان ويقول بارتو لا تكون عائقا أمامي يا أخي وهنا شهادنا إذن أن الأخوين عادا وإذا بهما يتحدان من أجل إيقاف الأوتسو تسوكي بهذا وصلنا إلى نهاية هذا الفصل أخبرنا برايك في الفصل ومقطع المراجعة القادم في يوم غد إن شاء الله وإن تشترك فاشترك حط للايك وتعليق ونلتقي قريبا إن شاء الله اشتركوا في القناة